نلوح لي أخبار النادي الأهلي ومصدر في النادي الأهلي أكدنا في رقم 10 إن المدير الفني السويسري مارسل كولر بقى عنده قناعة بعدد من اللاعبين هيكونوا الركائز الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد الأسماء دي مين؟ محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، علي معلول، حمد فتحي، أليو ديانج، عمر السلية، طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو دول خلاص معايا، كولر يعني، بصوت كولر، دول معايا، دول تشكيلة أساسية معايا والباقي لسه بيستكشفهم، بيشوف إمكانياتهم، بيشوف هما عندهم إيه السلية كمان بالمناسبة في المباريات الودية جربوا كولر في مركز جديد عليه شويتين لعبوا مركز 10، حاب يشوفوا في مركز رقم 10 هوبرونو سافيو كده كده هيعتمد عليه رقم 10 بس حاب يجرب عمر السلية في مركز رقم 10 عجبه تمريراته القصيرة والطويلة ففكر إنه يجربه في رقم 10 هل هيلعب به كده في بداية الموسم ولا يسيبه زي ما هو في مركز نص الملعب أو اللاعب رقم 8 زي ما بنقول في وسط الملعب المدافع دي لسه أمور أنا بس بنحاول توالي وقت نقول لكم الكواليس بس في النهاية هنشوف مباراة رسمية وهنشوف اللي هيحصل فيها عشان نقدر نحكم على شغل الراجل هل هيو شغل كان جيد الفترة الماضية ولا لأ والمتوقع واللي في الغالب الراجل ده هينجح أو بلاش عشان ما يقولش حاجة صعبة الراجل ده هيعمل كرة كويسة مع أكثر وقاية يعني في الكلام مصدر في النادي الأهلي قال لنا الرقم 10 إن فيه جلسة جمعت بين الكابتن ساعة عبد الحفيز مدير الكرة وصلاح محسن الجلسة دي ليه؟ هو بيحاول يقنع صلاح محسن ويرحل عن النادي مايفضلش في قائمة الانتظار صلاح محسن راسه ألف سيف أنا مكمل مع الفريق يا عم ما انت ملكش مكان انت راجل في قائمة الانتظار ما تطلع برة والنادي الأهلي يستفيد منك لا أنا مكمل يا إما تسيبوني ببلاش صلاح محسن كان معروض على نادي فيوتشر والاهتمام الأكبر كان لضم اللاعب من نادي البنك الأهلي اللي تقريبا بيتكلم مع النادي الأهلي يوميا عشان يضم اللاعب ولكن حتى هذه اللحظة اللاعب مصمم على الرحيل يا إما ببلاش يا إما يفضل زي ما هو في النادي الأهلي حتى لو ما بيلعبش عقلية عقلية بس يعني ببساطة أنا بس فيه دماغي حيكتي لا عايز أقولها بس هي عقلية أنا لو ما كانه يعني أطلع ألعب أطلع ألعب بقى ما عودش أساهم وأستنى والكلام ده كله أطلع ألعب وأتقلق وأجيده والنادي الأهلي يرجعني تاني وأكسر الدنيا وأرجع منطقة مصر ده اللاعب اللاعز يلعب مش حكاية فلوس وامش ببلاش وأخد كام وأنا بأخد المرتبي هنا لو أنا قاعد غلط مستقبلك يا أم من أي شيء غير أن أنت أصلا حكايتك حكاية أنت كصلاح محسن حكايتك حكاية فلوس اللي تجابت بيها والسوء وكل التفاصيل دي فأطلع ألعب لمصلحتك يعني مصلحتك أولا كي كان النادي الأهلي بيك من غيرك هيكسب بيك من غيرك هي حاجة بطولات فالأمور سهلة بالنسبة لنادي الأهلي المشكلة عندك أنت مصدر في النادي الأهلي يعني بلغنا في رقم عشر إن إدارة الكرة شن الاتحاد المنستري يعني محمد شناوي وقال يودينج النادي الأهلي هيجدد لهم بعد أو يعني هو مش تجديد بالزبط هو زي تعديل يعني تعديل في العود محمد شناوي وقال يودينج كان فيه لعبين آخرين النادي الأهلي كان وعدهم بالتجديد أو بالتعديل بس أجل أمرهم شوية يعني شناوي وقال يودينج بعد الاتحاد المنستري لكن اللعيبة اللي تأجلوا شوية مين محمد مجد أفشا أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنام النادي الأهل يقل لهم ازبروا شوي